موسيقى هناك كثير من السياح وخاصة من المحافظات القربية ومن الجنوب والوسط اليوم يعني أتوه إلى محافظة الدهوك وإلى محافظات قليم كردستان لقضاء فترة العيد طبعا نجواء العيد جيدة والناس بدأت تقوم بتحضير مراسيم العيد وهذا يعني إن شاء الله نوجه رسالتنا إلى الشعب العراقي والشعب قليم كردستان إن شاء الله هذا العيد يكون خير وبركة على الجميع وإنهاء معاناة اللي وضعهم تعبان وإن شاء الله هذا العيد هو فاتحة خير طبعا نحن جايين من بغداد جايين سياحة لدهوك وإربييل وإحنا يعني جاينا مننا نستوق للهدوم العيد تقريبا نعتبر من العشرة الثالثة من رمضان نشتري ملابسة العيد ويتيقون يعني حقيقة حقيقة يبدون ينظفون البيت يعني على تحضيرات العيد مثلا وسكلية وحلويات نحضر ومسواق غير شكل وكل شيء غير شكل بس أشتري أنا ملابس فائسة هنا من الدهوكي خبنا بس القليل قبل يوم أو يومين من العيد نحضرها يعني تقريبا ليلة العيد أو قبل بيوم مو أكثر والله يديم إن شاء الله الحكومة الكردستانية أمان ما شاء الله عليهم ما يقصرون يعني ماكو كل ما إحنا نشوف يعني أطباءنا وأحنا مثلا نتمرى زايدة ناكسر نجو بأربيل يعني نجو هنا أقلم كردستان نتعرفين نهاية رمضان فتيجي تغيير جول محافظة الشمال أي المرحلة الأولى مطاعم كافتريات طيبة راحة نفسية وما شاء الله الأسواق طيبة هنا وكلها ماركات وشغلات حلوة فتيجي تبضع من محافظة دهوك محافظة طيبة وجميلة وزياراتنا دائما إلى محافظة دهوك بونس بيها ومحافظة جميلة جدا نعم مشاهدين أكيد مثل ما شفتوا الرغم الأوضاع اللي صارت بالفترة الأخيرة في محافظة دهوك لكن الحياة أكيد تبقى مستمرة والناس بدأت بتحضيرات العيد بحلول قرابة العيد وصلنا إياكم إلى ختام فقرتنا لهذا اليوم لبرنامج نسمات زاكروس كنتم معكم أنا إيمان عبد الكريم من دهوك والعودة لكم من استوديو اشتركوا في القناة